موسيقى وإدارة أعمال وخدت بقى الموهبة دي من عند ربنا يعني من لوحدها كده ابتديت أن أنا مثلا الحاجات اللي كانت عندي مثلا حبيت أن أنا الأول جات الفكر أعادت تدوير أن الحاجات أن أنا أعدل فيها وغير من شكلها وبعد كده دخلت بقى في موضوع التفصيل ابتديت بقى إيه أشوف كده يعني كم موديل وكده حبيت أن أنا أنفزه يعني طب أنت ما تعلمتيش في أي مكان هو كده أنت على طول مارستي مع نفسك وابتديتي صح خالص يعني أنا ما رحتش أي مكان خالص أن أنا أتعلم فيه يعني دي الحمد لله من عند ربنا ربنا وهبهلي وكده يعني بس فالحمد لله يعني وابتديت أن أنا أعمل الموديلز ومع كم يعني مع كم كده فيديو على اليوتيوب اتعلمت منه برضه طبعا هيزهر أصلا يا إيمان للناس طبعا البيتش بتاعتك ويزهر أصلا وكل حاجة هي زهرت هذه الصور دي الدزاينات بتاعتك صح؟ جميلة أوي المحجبات تبتعملي أطفال كمان صح؟ أيوة بعمل أطفال وصوريه وأي موديل أي حد أي موديل عايز يعمله إن أنا بصممه يعني على فكرة وبتعمل فيه تيربون كده جميل أوي بس مش عارفة بصراحة هو تضعت في الصور ولا لأ بس جميل يعني زيناتك حلوة أهي الله يخليكي ربنا يخليكي الله يخليكي طب قوليلي بقى أنت نفسك أصلا تحقق إيه قدام أو تكوني إيه؟ إن شاء الله يعني كنا برندات إن شاء الله بإسمي بإسمي والحمد لله إن أنا من أول يعني سديني إيديت بقالي السنة بس في المجيل قدت لسه هقولك أنت بقالي السنة أصلا قد إيه؟ لأ بقالي السنة الحمد لله من أول مرة صممت فيها هاي موديل يعني كان من أول مرة طلع التصميم يعني بروفشنا جدا كان الحمد لله كل اللي يشوف الحاجة بتاعتي والأهلي بقى الأقارب وكده يشوف الدزاين بتاعي كان يعجبهم وماشاء الله كانوا بيشجعوني يعني إن أنا أستمر في الموضوع دوت والحمد لله فاتعرفت بقى عملت جروب ليا اسمه أنت أحلى وابتلت بقى أعرض فيه شغل وكده وكله بقى بقى يعجبه الشغل وناس كتير بقيت طبعا تعمل لي منسنشبه وكده يعني للصفحة بتاعتي الجروب والحمد لله يعني ربنا وفقني الحمد لله أنت أسعارك إنزة ومأكلمي كده الجمهوري عنها يعني أسعار رمزية جدا يعني الحمد لله يعني ما بحبش إن أنا أغلي خالص على حد وإن أنا كمان عملت قناع على اليوتيوب لوجه الله إن أنا لو أي حد حابب إن هو يتعلم بعمل الطرق بتاعتي والتصميمات بتاعتي بصورها وبنزلها على اليوتيوب كمان على فكرة أنا عايشة يا جماعة في مجال التفصيل ده عشان أنا عندي يعني برضو حد كده زيك يا يمين يعني طبعا يعني مش هينفعك إنهاية الشخصية فبردو كنت أنا صغيرة كده بحب أتعلم منه والله يبجد يعني يا مرض خيلي وعندها قاتلي وعايز أقولك أنا عملت فيها موقف مرة وحش قوي أنا صغيرة سكت فستين كان بتاعها روسا والله وقصت هولا وكانت لسه جاة استلموا بكرة تيبوا تخيلها والله العظيم نزلت يعني جابوا قمش تاني فأنا بحب جدا المجال ده أصلا تعلمتوا منها يعني كنت بحب كده وقف جنبها وهي بتعمل طيب قوليلي الأقمشة بقالنت استخدميها وإيه الأقمشة الجديدة اللي نزلة في السوق هو طبعا إشي تدوت كان التريند بتاع الأقمشة كان الجلد يعني كان الجلد كان موضة جدا السنة دي في الفستين برضو أنا بشوف البناطيل الجلد بس هو في الفستين برضو ولا إيه آه طبعا نازل في الدرسات ونازل في الجواكت ونازل في البرزرات والنازل يعني موضة يعني يعني السنة دي كانت موضة الجلد هو واخد التريند نومبر وان يعني آه وفيه برضو كان نازل اللي هو الكارو كارو اللي صغير كان نازل بجميع ألوان وكان أبيض وفيه سود آه أسود في أي لون تاني آه وفيه خامات برضو كتير الخامة اللي هي السويدي آه عامنا دي الشموى كده كانت برضو جميلة جدا ماشية في الشتاء السنة دي والألوانات بقى اللي هو اللون برضو كان المنت هو أصلا ملك الألوان اللي هو الأسود يعني بس ما أريد أسألك سؤال هو أنت لو جي حد يعني عايزي فصل بناطيل وحاجات دايقة مش بتوافقي صراح؟ ولا إيه؟ آه لا مش حاجات يعني أنا ملاحظة أن كل يعني كل الديزاين بتاعتك والحاجات دي آه يعني حاجات حلوة واسعة كده اللي هي ملتزمة يعني آه فعشان كده بأسألك آيوة طبعا يا دي طبعا أول حاجة وأهم حاجة يعني آه طبعا آه فهي البناطيل الحمد للان هم يعني كل اللي بيطلبوا بيطلبوا إن هو الحاجات اللي هي الواسعة يعني آه آه ما وردش معايا بقى الحاجة دايقة والكده هم بقى عايزين بقى يضيقوها بره يزبطوها يعملوا اللي هم عايزين بقى برحيطهم بقى طيب كلمينا كمان عن الألوان الأيام دي برضو آه سايقس يعني في السوق كتير آه أو موضة آه هو أنا زي ما قلتلك اللي هو اللون المنت اللون المنت ده وتطلع موضة برضو اللي هو يعني زي الفيروس دي كده آه ده طلع موضة وطلع جميل جدا وعندك بقى اللي هي اللي هي الألوانات اللي هي الكاشمير واللي هو الموف الفاتح جدا ده برضو جميل جدا وطلع عموضة برضو الصنادي طيب انت ايه في وجهة نظرك الألوان اللي عمرها ما بتقدم فيه ألوان كده دايما تفضل ما بتقدمش هو أنا زي ما قلتلك اللي هو اللون القسوة طبعا والألوان الأساسية يعني هي دي اللي ما بتقدم يعني مش بتقدم أبدا يعني والبنيات والكاشميرات دي ما بتقدمش كله بيحب اللون الكاشمير ده جدا يعني حتى أنا لابسيه برضو النهار ده يعني بحبه بيحبك طب لا مش هيا يعني انت بتروح يجيبها بنفسك ولا الناس اللي بتطلبي هما اللي يجيبها لك مثلا عشان يشوفوا بنفسهم السعر بحيث ان مثلا لو حد جاه قالك فصالي مثلا وانت قلت له ده هيتكلف كذا وده هيتكلف كذا ما يقولش مثلا انت بتغذي كتير انا الحمد لله انا بجيب بالأتواب ولو عجبهم حاجة من عندي بيصموها يعني وبعمل لهم القماش اللي عندي والحمد لله يعني الموضوع اصلا يعني الرزق جاني من حيث تفيه ناس حبه ان انا اجيب سريتهم برضو كان في حد كاتب على جروب كبير عندنا في المنطقة عايزة مصنع ان هو يصنع ملابس وكده بحيث ان هم هيحدى مصنع يصنعها لهم وياخدوها يبعوها فانا رحت عاملت كومنت قلت لها الجروب بتاعه وتفضل يتفرجي يعني وكده فقالوا خلاص ماشي ممكن نجرب عينة وكده هم ما صدقوش يعني من التشطيب والا يعني قبل احنا فيا كنا عند مصنع قبل كده ومعجبناش التشطيب ولا التنفيذ بتاعهم هو انت فيه ناس تحت ايدك يا امير صح ولا انت بس بتعملي لوحدك اه لا لوحد ايه ده بجد طب انت عندك بتلاقي وقت ان انت تنظمني وقتك تا الحمد لله يعني وبتدير ان انا اعلم والدتي ان هي طاعد برضو استعيدني معي ايه ده مشاء الله انا عايزة تعالي يا ايمان هتيني معيك وانا بيعلميني تعالي ما فيه فجأة برضو هقول عليها ايوة ما انا قديم الايغر او ان شاء الله اتكملي القصة بس فابتدوا بقى ايه ان هما برضو هما السابق برضو خلوني موضوعا هما يجيبوا الاتواب واصمموهم برضو باسعار رمزية ويبقوا يعملوا اعلام ممول وهما اللي ده شغلوهم اللي معروض دوت على الشاشة اللي هو صفحة بتاعتهم اسمها امي اي زد اس يعني واخدين اول حروف من اسامل بتاعتهم يعني برضو هو دوت تصميمي وهم بيعرضو الحمد لله ربوهات كلها بتيجي الحمد لله كويس ما فيش اي ربوهات خالص يعني الحمد لله انت بتعملي يا من فستين افراح انا بطراحة دخلت كده كان عندي في دول ان انا ادخل عندك على الجروب بس ملقتش يا فستين افراح بس اوكي انت بتعافي تعملي صح ولا انت مش شغلة فيها اصلا بصي هو انا دلوقتي مبدئيا في اللي هو السوريهات الافراح ديت هي في دماغي برضو ان شاء الله ونوعي ان انا ان شاء الله اعملها برضو من نفس مش محتاجة ان انا اروح مكان ان انا اتعلم فبتيجي الفكرة كده من عند ربنا الحمد لله وان انا لازم انفذها طب قول لنا بقى على المفاجئتك بقى بما ان انا يلا في البرنامج كنت قولي فيه مفاجئة كنت قولي لي مفاجئة قوليها بقى للجمهور المفاجئة ان انا عاملة كورس بسعر رمز جدا اللي حابب ان هو يجي يقدم فيه ويتعلم بسعر رمز جدا وان شاء الله في البرنامج ده واتأول عشرة هيتطلوبية هيبقى يعني خمسين في المية خاصة مع النساء اللي انا ان شاء الله انا عايزة خمسين في المية دي امان لو سمحتي انا هو اول واحدة لو سمحتي حاجز انا عينية اناية والله على فكرة يا جماعة انا شفت شغل ايمان حلوي جدا انا لازم بجرب اي حد قبل ما ييجي شغلها بجد جميل جدا ما شاء الله عليها وفعلا التقفيل بتاعها جميل جدا جدا طيب ايمان قولي لي انت حابة تشكري حد مين بيد عامك انت قتلي والدتي صح هي والدتي ووالدي برضو هو برضو واختك اللي انت مش احططها معي كتير اه واختك يا ما شاء الله ان شاء الله تيجي عندكم برضو في البرنامج هي برضو بتفسر تفسير احلام وكده ان شاء الله هتيجي قريب ان شاء الله البرنامج برضو واتظهر ان شاء الله عشي طب حد بتشكري اي حد انا اشكر طبعا عائلتي كلهم يعني هم بيدعموني وبيشجعوني ومبسوطين كده وكل طبعا التعامل معي يعني كفية كده لمعت عينيه وكده من فرحة الجزاء اللي انا بعمله لهم والحمد لله ربنا يا رب يخلم لهم لك يا عينيه الله يبليك لك ونورتينا والله في البرنامج الله يخليك لك ربنا يخليك يا رب عزيزي المشاهدين دي كانت اخر فقرة لينا وبما ان فكرتنا النهاردة مستقبل بكرة اي حد عايز يقدم فكرته ويقدم شغله ويقدم اي حاجة يكلمنا ويتواصل من خلال اسرة البرنامج واستنونا الحلقة القادمة باذن الله الى اللقاء موسيقى